ليس معنى ان انا خدت منك معلومة يبقى انا معجب بيك ومفروض ان انا عمل لك فالو في كل حاجة انت بتعملها او تصرفاتك. انا من القناعات الشخصية بتاعتي الحكمة عالمية النفس. واي حد ممكن في العالم نتعلم منه تاخد منه معلومة بما يتوافق مع مبادئك وقيمك ومرجعيتك كلها. ليس معنى ان انا مثلا ممكن اجي اقول على شخص فلان المعلومة او المعلومة تنسب ايا فلان معنى كده ان تيجي انت بعدك تاخد هذا الفلان او هذا الانسان حجة علي بعد كده في موقف او تصرف فردي هو عمل او تصرف شخصي انا اخدت منه المعلومة بس مش اكتر. هو الرجل عمل معلومة او بحث معلومة او قفتني بمعلومة. مش على الاطلاق تقول لي تم انت بتنشر معلومات لفلان الفلان. انا مالي. انا مالي بشخصيته ومالي بتصرفه. اللي هو بيعمل كزا. ابدا. طالما المعلومة اتطافق مع المبادئ. لا تنافي ما اعتقده بشكل من الاشكال. ليه لا. واحنا نستفيد من الغربيين ومن علماء كثير في العالم بشتى الطرق. فما تجيش تحكم علي او انا بس حبيت اوضح عشان تفصل ان ان انت تاخد معلومة من شخص ما او ان هذا الشخص بيفعل بعض الافعال الفردية او بعض يعني تستيج بتاع شكله حتى مش عجبك اي حاجة ده ليس مبرر. يعني مثلا حد بيبس تلسلة او حد بيبس حضاء او حد بس بيبس معلومات كويس. تيجي انت حضرتنا بتقول لي ده ما فلان بها ده مش مبرر برضه خاص. المعلومة. هي ده المهمة بالنسبة لي. انا مش مبر ان انا اتبع هذا الشخص. السلام عليكم. شكرا.